لقاء الرئيس الفلسطيني بوزير الدفاع الإسرائيلية يضع النظام الجزائرية في موقف محرج في خطوة مفاجئة وغير متوقعة أعلنت مصادر إعلامية فلسطينية وإسرائيلية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو ماذن التقى في ساعة متأخرة من مساء التلتاء بوزير الدفاع الإسرائيلي بني غانث في منزل الأخير بضواحي العاصمة الأبيبة وحسب وكالة الأنباء العالمية رويترث فإن عباس التقى بغانث في أول زيارة له إلى إسرائيل منذ 2010 من أجل إجراء محادثات بشأن قضايا اقتصادية وأمنية مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت في بيان يوم الأربعاء عن مجموعتنا من إجراءات بناء الثقة من شأنها تسهيل دخول مئات من رجال الأعمال والعمال الفلسطينيين لإسرائيل هذه الزيارة استنكرت حركة حماس الفلسطينية حيث قال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن اللقاء مستنكر ومرفوض من الكل الوطنية أي كل الفصائل وشاذ عن الروح الوطنية معتبرا أن اللقاء تزامن مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الدفة الغربية ما يزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة الفلسطينية وتأتي هذه الزيارة التي قام بها عباسل إسرائيل للقاء بني جانث على بعد أثابيع من زيارته إلى الجزائر وتمكن خلالها من الحصول على مساعدات مالية من النظام الجزائري الذي يقود عبد المجيد تبون قيمتها 100 مليون دولار ويرى متتبعون أن هذه الزيارة من محمود عباسل إسرائيل للقاء وزير الدفاع تضع النظام الجزائري في موقف محرج جدا خاصة أن الأخير يقدم نفسه كأنه أحد أبرز البلدان العربية المدافعة عن فلسطين ضد إسرائيل والأكثر مما ندد بخطوات التطبيع الأخيرة لبعض الدول العربية مع إسرائيل وعلى رأس المغرب الذي وصفه رئيس أركان الجيش الجزائرية شنغريحا بالعدو الكلاسيكي وتتعارض زيارة عباس إلى إسرائيل مع ما يعرب عنه تبون الذي حاول استغلال زيارة عباس إلى الجزائر لإظهار المغرب بمظهر الخائل القضية الفلسطينية خاصة بعد زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الرباط قبل أن يتعرض الآن إلى ما يشبه بالصفعة من الرئيس الفلسطينية الذي قام بزيرة وزير الدفاع الإسرائيلية في منزل الأخيرة وكان العديد من الجزائريين قد وجهوا انتقادات اللاذعة للرئيس تبون ونظام الجزائرية بشأن منح 100 مليون دولار لرئيس السلطة الفلسطينية بدون العودة إلى البرلمان أو الاستشارة بشأن هذا القرار ومع هذه الزيارة ستزداد حدة الانتقادات للنظام تبون وتجر الإشارة أنه خلال الزيارة بني جانس إلى المغرب قامت الجزائر بالتنديد بهذه الزيارة إلى جانب حركة حماس فهل تندد الجزائر بزيارة عباس إلى إسرائيل مثل ما فعلت حماس أم ستلتزم الصمت ومن جهة أخرى هذه الزيارة للرئيس الفلسطيني لبيت وزير الدفاع الإسرائيلية تؤكد خبر رغبة الجزائر في وساطة فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل حيث قالت وكالة شبكة شفاء الفلسطينية للأنباء في الأثابيع الأخيرة أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتبليغ رسالة خاصة إلى إسرائيل وقالت الوكالة أن التبون يقترح إقامة الثلام مع إسرائيل بشكل متدرج وأن يكون عباس هو الوسيط بينهما مؤقتا وفي تعليق على الخبر قال عبد الفتاح بالمعاشي أستاذ العلاقات الدولية في غياب أي رد فعل لا من الإعلام الرسمية ولا من الدولة الجزائرية لتكذيب الخبر يمكن القول إنه في العلاقات الدولية ليست كل الأمور تثير بشكل علني مصرح بها وخاصة في العلاقة بتوجهات إعادة التموقع بالنسبة للدولة مضيفا الجزائر في هذا الموقع الآن أمام التطورات الأخيرة للعلاقات الدولية للمغرب أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي عبدالله ديوب أن مالي تولي أهمية خاصة لتنمية وتطوير علاقاتها مع المغرب مبرذا أن هذه العلاقات قوية ومتمرة في مختلف المجالات جاء ذلك خلال حفل أقامه الوزير على شرف سفر المغرب بباماكو حسن الناصري في ختام مهامه حضره العديد من المسؤولين الماليين وأعضاء من السلك الدبلوماسية المعتمد بباماكو وأشاد ديوب في كلمة بالمناسبة بالدبلوماسية الملكية والتزامها بالدفاع عن قضايا مالي خصوصا وقضايا القارة الإفريقية عموما كما نوه الوزير المالي بالإنجازات الباهرة التي حققها المغرب على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مجددا شكره للمملكة على دعمها لبلاده في مختلف المجالات وأخلال هذا الحفل وبتعليمات من رئيس السلطة الانتقالية المالية تم توشيح الثفير المغرب بوثام الاستحقاق الوطنية المالية من درجة ضابط وهي أعلى درجة تمنح للسفراء المعتمدين في دولة مالي من جهة أخرى استقبل الناصر من قبل رئيس المجلس الوطني الانتقالي المالي العقيد مالك دياوة كما أجرى مباحثة مع وزير الدفاع العقيدة ثاديو كامارا وعدة شخصية مالية أخرى وخلال مختلف هذه اللقاءات أكد كبار المسؤولين الماليين عن فائق تقديرهم لدور الملك محمد الثادث في تهدئة الأوضاع في مالي كما أشهدوا بالدبلوماثية الملكية والتذامها بالدفاع عن قضايا مالي مؤكدين على أنهم يعاولون على دعم المملكة المغربية في مرافقة مالي لتجاوز صعوبات المرحلة الحالية وإلى الجزائر حيث الأزمة الغذائية في تصعود حادة استمرار التدافع من أجل الظفر بكيس السميدة ولا تزال أزمة الغذاء بالجزائر في تصعود مهولة حيث تعرف مختلف ولاية البلاد مشاهدا من التذاحمة والتدافع بين المواطنين من أجل الظفر ببعض المواد الغذائية الآخدة في الانذيثار في بلاد القوة الإقليمية آخر المشاهد ما رصدته الكاميرات ببلدية برج باج مختارة جنوب الجزائر حيث يتراث الجزائريون أمام بوابة مهترئة ينتظرون دورهم للحصول على كيس من السميدة وما يعني ذلك من كثر للإجراءات الاحتراثية المتخدة في كافة بلدان العالم لتفادي انتشار فيروس كورونا هذه المشاهد المخجلة والحاطة من الكرامة الإنسانية دفعت رواد مواقع التواصل الإجتماعية للتعبير عن غضبهم واستيائهم مما يعانيه المواطن الجزائرية جراء عدم المواد الغذائية ودفعت البعض الآخر لتثاؤل حول جدوى وجود مسؤولين بالبلاد إن لم يكونوا قادرين على تدبير الشأن العام على نحو أمثل وجعل المواطن الجزائرية في ثلب اهتماماتهما في خطوة مفضوحة وغريبة أقدم جنرالات الجزائر على إقحام المملكة المغربية في شؤون بلادهم الداخلية وفي محاولة مكشوفة منهم لإلهاء مواطنيهم عن التقرير الأثود الذي أصدره البنكة الدولية حديثا حول قتامة وخطورة الأوضاع المالية الاقتصادية والاشتماعية بالجزائر ألقى كبرانات قثر المرادية باللوم على المغرب البعيد كل البعد عن الأوضاع الداخلية للجارة الشرقية فبشكل مضحك قال النظام الحاكم في الجزائر إن تقرير البنكة الدولية المذكور جاء بإعاذ من أعداء الجزائر في إشارة واضحة إلى الجار الغربية هنا لنفترض جدلنا أن ما نشرته الطغم الحاكم في الجزائر صحيحة فهو من وجهة نظرنا اعتراف ضمنية ولا شبهة فيه بقوة المملكة التي أصبحت تتحكم حتى في تقارير أعتى المنظمة المالية الدولية وأقدمها بل إن الكبرانات وبدون خجلة ذكروا المغرب بالحروف وأعلنوا أن مؤسسة البنك الدولية العالمية لن تستطيع نشر الأرقام الحقيقية للفقر بالمغرب وزيادة في غيهم قال حكام الجارة الشرقية إن البنكة العالمية قد أشار إلى الفقر في الجزائر في الوقت الذي تغاضى فيه عن وضعية الهشاشة المأثاوية وحتى الخطير والمدمر الثائدة في بلد مجاور من الجهة الغربية لا حول ولا قوة إلا بالله فهل ستتحول المملكة المغربية في المستقبل القريب إلى متحكم جبار في مصائر وأقدار الجزائريين حسب منطقهما فحتى البراكين الفيضانات والكوارث سيتحكم المغرب مستقبلا ويوجه نحو الجزائر مناسبة هاتي الذوبع التي أقدمت عليها الطغم الحاكمة بالجزائر هي أن البنكة الدولية الذي سبق وانتقد بشدة المغرب في الثنوات مضت أصدر تقريره الثنوية تنبأ فيه بحدوط ذلزال في الجزائر بسبب الفقر الذي يعتريها وانتقد التقرير المشار إليه بشدة الأوضاع المالية الاقتصادية الاشتماعية بالجارة الشرقية وأشار إلى موصفها بالهشاشة الخطيرة التي تعيش في دل الساكن الجزائرية بسبب الفقر المثقع الذي يعتريها وصاق تقرير المؤسسة الدولية أرقاما صادمة ومخيفة عن الأوضاع بالجزائر داعيا حكامها إلى ضرورة اتخاذ تدابير إصلاحية عاجلة قبل فوات الأوانة من جهتها وعوضة أن تحلل التقرير الدولي بتأني وتحاول رأب الصدع انتقلت الطبق الحاكم ومخابراته بالجزائر إلى الهجوم على البنك الدولي واتهامه بالحياد عن مهامه وذعذعة استقرار البلد كما اتهمته باختراع الأرقام التي أوردها في تقريره عوض أن تحاول الرد بأرقام ومعطيات مضادة فالمغاربة حكما وشعبا يتمنون الخير والرفاء للشعب الجزائرية ومتيقنون أن وحدة البلدين كفيلة بالقفض بهما إلى مصاف الدول الكبيرة والمتقدمة وهو الأمر الذي ما فتأ ينادي به عاهل البلاد في عديد خطبه التي كانت فقرات منها موجهة إلى الجزائريين